موسيقى دي أناي مساء الخير مبارح تعرض لظام بشار الأسد لانتكاسي جديدي سيطرت المعارضة السورية مبارح على اللواء 52 اللي هو واحد من أكبر القواعد العسكرية بجنوب سوريا وهو أحد خطوط الدفاع الرئيسية عن دمشق طبعا هالشي بيعكس تخبط النظام بيعكس قدي النظام فيض بالحيط قدي ما عنده بقى جنس الوضوح بالمعرك اللي عم بيخوضها ما بقى عارف الله وين حاطته بهالوقت حلف النظام تحديدا حزب الله على جبهته بأعلى درجات الوضوح وداعش هنا على حدودكم هاي جهود عرسال هلا أمساء بالمنطقة اللي نحنا جينا منها من القلمون هو ضمن سيطرة جبهة النصرة اللي هلا علقوا معنا لكن المعركة المقبلة هي مع مين مع الجزء الثاني اللي هو الجزء الغربي أو الشمالي هلا حسب من نوقف على الخريطة يعني طيب هاي المنطقة تسيطر عليها داعش قراءة من أداء ما يكون للميدان العسكري خرايط بغاية الوضوح هلا مش مهم انه مش عارفين الشمال ان الشرق على الخريطة المهم الأساس الأساس انه هلا المعركة مع النصرة بعدين لاحقين على داعش نحن من يقرر مجريات الميدان ونحن من يختار توقيت المعركة مع داعش ونحن من يختار مداها ومكانها المقاومة تفشل هجوما لداعش في جرود رأس بعلبك في ساعات الفجر شن مسلح داعش هجوما على نقاط المقاومة في جرود القاع ورأس بعلبك هجوم صده المقاومون ننتقل إلى هذه المشاهد التي وصلتنا لصد الهجوم الفاشل لداعش على جرود رأس بعلبك والقاع فجر الثلاثاء قرابة الساعة الرابعة عشرات المقاتلين من داعش يتقدمون باتجاه مواقع للمقاومة مشرفة على جرود القاع ورأس بعلبك إذن في ساعات الفجر شن مسلح داعش هجوما على نقاط المقاومة في جرود القاع ورأس بعلبك هجوم صده المجاهدون إذن هذه المشاهد لتصدي المقاومين لهجوم داعش على جرود رأس بعلبك والقاع نحن من يختار توقيت المعركة إلا إذا صدف إنه داعش سبقتنا وهي فتحت الجبهة بعل ما تفاتح معركة عن نصرة وعم يتقدم وعدة ليل وإذ لاقى داعش هجم عليه طيب من الأول شو بده قبل قرأ هجومك عن نصرة جاب داعش على جرود بعلبك أنت طاحش بالألمون وهني طاحشين عليك بجرود بعلبك هلا إذا قلنا هيك بتقول شو خص هيدي بهيدي هني أصلا جايين هجمنا أو ما هجمنا الاشتباك مع القاعدة رح يستقطب هجمات مضادة عليك من القاعدة سماع مني سماع مني إذا مش مصدقني سأل أمين عام حزب الله حسن نصر الله القديم شو كان يقول نحن معنيين أنه هلأ نفتح صراع مع القاعدة في لبنان وبالتالي هذا الصراع يؤدي أيضا إلى استقطاب عناصر ومقاتلين من القاعدة من كل أنحاء العالم إلى لبنان لحتى يخدوا صراعهم مع الجيش اللبناني ومع القوى الأمنية اللبنانية ومع بقية اللبنانيين وبتبلش قاعدة وما نعرف وما ننتهي وما نصير هذا الحديث بال2007 لما الدولة اللبنانية قررت بمخيم نهر البارد تواجه فتح الأسلام المرتبط بالقاعدة والمرتبط بالمخابرات السورية وقته كان موقفك أنه قتال القاعدة سيستقطب القاعدة من كل أنحاء العالم واليوم شو؟ اليوم شو؟ اليوم أنت عم تقول عكس حالك أنت عم ترفض نستعمل نظريتك اللي استعملتها بال2007 ليه؟ لأن بوقتها المعركة كانت ضد مصالح سورية في لبنان اليوم مسحت نظريتك كبيتها بالبحر لأن المعركة هي دفاع عن مصالح سورية بسورية مثل ما بدك بدك تركب دينة الجرة بوقتها القتال يستقطب اليوم قتال القاعدة ما بيستقطب مقاتلين من كل أنحاء العالم أبدا اللي بيقول هيك بيكون عم بيبرر الإرهاب عم يخلق أعزار للإرهاب بس بكل الأحوال أنت ليه معتبر قتال القاعدة ومتفرعاتها شغلتك؟ اختصاصك ليه؟ ننتظر من؟ أمريكا؟ أول الكلام أنه أمريكا بدأت تنهي داعش هذا في نقاش؟ مين قال؟ أنه أمريكا بدأت تخلص من داعش أمريكا صنعت أو شاركت في صنع هذه التيارات الإرهابية التكفيرية وهذه الجماعات الإرهابية عظيم يعني القاعدة صناعة أمريكية إذن لا الأمر كان رح يقاتلوها ولا حلف الأمر كان رح يقاتلوها علما أنه حليفك حيدر العبادي كان كان عم يفتل مثل ولا تضايع بالمول حوالين أوباما بالجي سيفن لقل له بليز عم أوباما ساعدني بعد شوية على القاعدة بليز بس مش مهم القاعدة صناعة أمريكية فبالتالي شو ما منتكل على الأمريكان ولا على حلفاء الأمريكان منتكل على حالنا على دولتنا مطلوب من الدولة اللبنانية تحاربها معك بس وقت اللي الدولة حاربت القاعدة شو كان موقفك تذكر اليوم الأمريكان عملونا جسر جوي عم يبعطوا زخائر للجيش اللبناني هذا شي خطير شو هالغيري اليوم على الجيش اللبناني هل المطلوب تحويل لبنان أيضا إلى ساحة قتال بين الأمريكيين والقاعدة هل مطلوب تحويل الساحة اللبنانية إلى ساحة صراع أمريكي قاعدة لما الدولة اللبنانية حاربت القاعدة المدعومة من المخابرات السورية بوقتها إلى 2007 كان منطقك أن القاعدة والأمريكيين أعداء وما لازم لبناني يكون ساحة معركة بين الاتنان وشو قلنا مصلحة وشو بدنا بها القصة وعي شوي اتهمت الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بالتواطق مع الأمريكيين لأن كانوا الأمريكيين عم يبعطوا زخيرة للجيش اللبناني كأنك كنت عم تقول أنه الجيش ما لازم يخود معركة بلبنان عن الأمريكيين اليوم أنت ضمنا نعتبان على الأمريكيين ليه ما عم يتدخلوا كفاية ضد القاعدة بدك يتدخلوا أكتر الحقيقة فضيع قدية في فرق بين خطابك اللي عم بيحكي عنه طبعا 2007 وبين كلامك اليوم بأكتر من نقطة ما بتقول هذا الزلم هو بذاته مثلا موقفك من دخول الجيش على عرسال اليوم وزير الداخلية في الحكومة الحالية يقول بلدة عرسال بلدة محتلة من الجماعات المسلحة فيما يعني البلدة بلدة عرسال قوار مس وزراء بالأمس واضح أنه على الجيش اللبناني أنه يستعيد هذه البلدة ويحميها ويدافع عنها ويدخل إليها وواء إلى آخر إذن المسألة الآن فيما يعني بلدة عرسال خرجت من النقاش السياسي ومن دائرة القوار السياسي وأصبحت في عهدة قيادة الجيش اللبناني والجيش اللبناني عظيم يعني اليوم بدك الجيش يفوت يحرر عرسال عرسال محتلة يعني فيها مسلحين طيب إذا هالمسلحين قرروا يشتبكوا مع الجيش إذا انفتحت معركة بين الجيش والمسلحين دمرت المدينة والبيوت والمزارع إذا حصل تهجير أو تدمير لبيئة فيها ثلاثين أربعين ألف عرسالة فيها أكثر من مئة ألف نازح سوري إذا صار هيك شو منعمل؟ الجيش يجب أن ننظر إليه أنه للأسف بقول المؤسسة الوحيدة المتبقية القادرة على صون الأمن والسلم والوحدة الوطنية في لبنان بالتالي ما بيجوز نفرط فيه أي قرار للدخول إلى مخيم نهر البارد هو تضحية بالجيش اللبناني؟ آه اليوم الفوت على عرسال مش تضحية بالجيش اللبناني بنهر البارد وقت التنظيم دبح أكثر من ثلاثين عسكري لبناني كان الرد ممكن يكون تضحية بالجيش اليوم أبدا أبدا يفوت الجيش بمعمعة عرسال عادي هذي مش تضحية بالجيش من كيف تركبه نور؟ تتذكر أصلا بوقتها من بين الأسباب اللي خلتك ترفض معركة نهر البارد شو هي؟ لقلت مثلا المخيم خط أحمر تتذكر شو كان أحد الأسباب؟ شو اللي عم بيصير بترابلس وشو اللي عم بيصير بمخيم نهر البارد ومحيط مخيم نهر البارد؟ طبعا نحن قدام موضوع حساس جدا معقد جدا وخطير جدا موضوع كتير معقد وكتير حساس وكتير متداخل بهذا الموضوع في رأي عام إسلامي وفي رأي عام مسيحي وفي مزاج إسلامي وفي مزاج مسيحي وفي حساسيات طائفية وفي حساسيات مذهبية يعني نحن بالأيام الأولى يوم الأحد أنا سمعت بعض الأبطال عم يحكوا عن اقتحام المخيم بنهر البارد طب كيف هيك يعني؟ فيه بالدنيا حدا بيقول أنه والله إذا فيه مجموعة يا خي بدك تسميهم مسلحين مجرمين قتل أسميهم البدكية أنا مش قاضي اليوم بدي فوت أنا اعتقل مجموعة مسلحين بهجم على 40 ألف نسمي وبدمر مخيم المخيم الفلسطيني من الناحية الإنسانية والأخلائية أهم شيء البعد الإنساني ما فيك تاخد عشرات الألاف بجريرة مئات المسلحين بيحملوا بيحملوا المسلحين يبقوا شوي بيناتنا بنهر البارد بوقتها طب ليه اليوم ما بيحملوا المسلحين يبقوا بجرود عرسال وبله كلها المعركة اليوم ما فيه حساسيات مذهبية بعدين هذا البعد الإنساني ما موجود إلا بنهر البارد وقت مصالح بشار الأسد مهددة وين البعد الإنساني بالقصير اللي هجرتوها ويبرود اللي هجرتوها والطفال اللي هجرتوها وغيرها خي تركني من هول خليني آرين مخيم لمخيم بالبارد واضح الحس الإنساني العالي طيب وغيره ألقى طائرة حربية تابعة لقوات النظام الأسد برامل متفجر على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب العاصمة دمشق داخل أحياء مخيم اليرموك وفي السماء غطاء جوي من طيران الأسد الحربي حيث ألقى الأخير 12 برميلا متفجرا على الأحياء السكنية قتل وجرح ودمار هي نتيجة القصف الذي شنه الطيران الحربية السوري بالبراميل المتفجرة هذا الخميس على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قصف يأتي ليزيد من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأهالي داخل المخيم بسبب النقص الحاد في جميع مستلزمات العيش وخصوصا الطعام والمواد الطبية ما سمعنا منك ولا حرف عن اليرموك ولا حرف عن أصف اليرموك ببراميل بشار الأسد ولا حرف والله حيرتنا أهل اليرموك خسائر جانبية مين بيحكي فيها ما شغل بتحرز ما بتهز مشاعرك ولا إنسانيتك مثل بالبارد بس أهل مخيم البارد حرام لازم نخط خطوط حمرة قدام الجيش مشان ما يفوت علما بأنه طلع المدنيين قبل ما يفوت يحارب فتح الإسلام القاعدة اليوم عدو مشترك مع الأمريكان والجيش اللي بيتعاون مع أمريكا ضدها منه جيش عميل أبداً لا الجيش السوري عميل ولا الجيش اللبناني عميل أبداً أما العميل فهو اللي بيقول إنه قتال القاعدة بيجيب مزيد للإرهيبيين بس وقت أنت بتقول هيك كان هذا رأس الحكمة ورأس المنطق حيرتنا حيرتنا أنا رأيي رأس الحكمة ورأس المنطق إنك تقعد عرواء حاجج اليومين ثلاثة على الشاشات عود عرواء رجع أسمع خطاباتك عرواء لتظل البوصل بين إيديك واضحة ويظل جمهورك فاهم عليك نحن عم نفهم عليك صح بس خلي جمهورك يضل فاهم عليك تصبح على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر